موسيقى أنا النهاردة موجودة في الجونة وجاي عشان أتكلم عن الفيلم اللي مكسر الدنيا في مهرجانات عالمية وفي مهرجان الجونة السينمائي فيلم الشيخ جاكسون حيكون معي المخرج عمر سلامة وهحكي لنا عن كل التفاصيل اللي بتحصل أون كاميرا أو آف كاميرا وحنسمع كل حاجة يلا نروح نشوف ومعي دلوقتي مخرج الفيلم الشيخ جاكسون عمر سلامة زيك يا عمر؟ أهلا وسلم عشرين زيك عمر أولا ألف ألف مبروك على النجاح الرائع بتاع فيلم الشيخ جاكسون الفيلم نجح جدا من قبل ما الجمهور يشوفه يعني هو نجح برا مصر نجح فمصر هو لسه فيلم مهرجانات فألف ألف مبروك الله يبركي كاميرا أنا عارفة أنت قلت أنت أول ما سمعت قصة أو فكرة الفيلم قلت بس تعالي بقى ده أنا فاحكي لي أكتر بقى إيه اللي شدك وإيه القصة وحكي لنا بقى أكتر على فيلم الشيخ جاكسون هو لما عمر خرد الكورايتر اللي معي يكلمني من ثلاث سنين وقاللي على الفكرة كنت ليش كنتش عرفه لسه وكانت مكالمة عادية خلص وبقيته بيقول لي عندي فكة فيلم عن واحد سلفي بيحبش مايكل جاكسون حتى كانت ساعتها هو نسمي فيلم عبدو جاكسون أنا فكر وبعدين أنا حبيت الفكرة جدا وقالت له في أول ما قال لي كتا وقالت له يا نهار بيد يعني ده ده أنا يعني إيه ده أنا هل أنت في وقت ما كنت فعلا دخلت في الدين أكتر جدا أه كنت في فترة كنت أعتقد أنا في فترة كنت ممتزم دنيا جدا وأنا في أول الجامعة كده وفي فترة كنت طبعا مدرسة كلها لو سألت لحد معنا مدرسة كان سيقولك قدي أنا كنت أحب مايكل جاكسون كلنا فحسنت أنه فيلم مش بس شبه شخصيتي الأديمة أو شخصياتي الأديمة هو بس كمان فيلم متاح في أن أنا تكلم عن حاجة أنا حاسسها بقالي فترة وحاسسها أنها بتحصل ناس كتير وهي أزمة الهوية عمتها أزمة ناس بتحصلنها كناس في مصر أو في العالم العربي أو حتى في العالم كله أنا شفت الفيلم الصراحة وعجبني جدا 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 وأكتر حاجة عجبتني فيه قد إيه؟ انت مش بس قلت القصة أنت قدرت تعمل موازنة ما بين أن تحسس الشخصية اللي هي دور أحمد الفشاوي أنا مش عايز أحرق فيلم للناس بس عملت موازنة ما بين أن هو ما يختارش ده ولا ده أنت عملت بالنس رحيم في الفيلم إزاي قدرت أن أنت متاخدش اتجاه معين؟ بص يوى الفيلم أنا من أول لحظة الفيلم عن الشيخ جاكسون مش عن مقول عايز أقولها أو موقف عايز أخذه من الدين أو من التدين أو من الملتزمين أو حتى للصالح الفن أو لغيره أنا عارفة أن أنت كتبت الفيلم أكتر من 11 مرة حتى غيرت فيه كان إيه المختلف فيه؟ كتير جدا أنت قلتي أول كذا درافت أو مسودة يعني هتلاقي أن الفيلم تاني خالص يعني ودي حلوة أن الواحد ياخد وقته في الكتابة أنك بتكتشفي إيه الفيلم وبتكتشفي أنت عايز أتحكي إيه شوية بشوية وبتكتشفي أن لا ده زيادة ده قليل أن ده برا الموضوع والفيلم ده يمكن بالذات صعب أوي لأنه مش فيلم شبه أي حاجة يعني أعتقد أن الفيلم حتى لو شخص عجب أو ما عجبوش الفيلم حيقدر يقول قدي إن الفيلم مش شبه حاجة خالص وإن الفيلم مش مستوحى من حاجة ومش شبه بناء أفلام معينة هو فيلم خاص جدا فعشان كتابته قد صعبة جدا صح صح أنتو شاركتوا في تورانتو انترناشنال فيم فاستيبل ودي طبعا كانت حاجة يعني مضهشة جدا أن فيلم مصر يقدر روح هناك وأنتو مش بس شاركتوا أنتو حققتوا نجاح رهيب الفيلم اتقل علينا هو تورانتو's hidden gem اللي هو جوهر التورانتو الخفية فاحكي لي إحساسكوا إيه وإنتو هناك والراد كاربت والناس بتتكلم عن الفيلم في تورانتو والله والفيلم شغال يشرين أنا كنت قاعد وكن جمي المنتجين قلتهم متدفعين لناس فلوس والله مش مصدق الناس بتضحك على كل حاجة في الفيلم وفاهمين فعلا وفاهمين الفيلم جدا والتسقيف اللي حصل بعد الفيلم في الثلاث عروض الثلاث عروض sold out الناس مفيش كورسي فاضي فهو كان بصراحة كأنه حلم صعب يتصدق يعني من كتر ما هو كان صعب يتصدق أنا مصدقتوش أنا معرفش حتى ببصر من كتر ما هو إيه اللي بيحصل له أنا مش مصدق أكيد الناس مش عجبها بس بتجملني أكيد الناس مش عجبها بس متحمسين لا 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 الفيلم فعلا والأنت قال في الأجانب ما بيجملوش لا طبعا هو بصراحة كمان الفيب بتاعت المصريين اللي كانوا في القاعة في الثلاثة عروض أعتقد ان هما نقلوا حاسسهم للأجانب لدرجة ان الأجانب عجبهم زي ما المصريين عجبهم وبصراحة أنا يهمني جدا ان انا حس الفيلم دا عجب المصريين طبعا 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 طب قولي بقى أنا سمعا الفيلم اترشح لأسكار هو ما ترشحش الأسكار عايز بس حط الموضوع في السياقه وهو مصر كل سنة بتختار فيلم الأسكار عبارة عن ايه ان كل بلد بتبعت الأسكار في الفيلم اللي هي بتختاره من عندها علشان يخش الترشحات فمصر بعت الشيخ جاكسون السناني دي والأسكار بيتبعت لها في السنة من 85 دولة فاحنا اتبعتنا وسط 85 فيلم وهم لسه هيبصوا على الفيلم في الأسكار وبعد كده يبدوا يعملوا حاجة اسمها شورت لست أو قائمة قصيرة وبعد كده يبدوا ينقل المرشحين خمس مرشحين تمام طيب فيه نقاط كتير انتقدوا حاجة في الفيلم ان الفيلم مفيهوش اي اغاني لمايكل جاكسون انا شخصيا لايوجد نازل مختلفة انا بصراحة كنت حاسة انه وانا بتفرج اما كنت بلاقيه بيرقص على اغاني تاني انا كنت بالعكس بتعاطف معه اكتر انا كنت ببقى حاسة ان الاغنية لايقى على المشهد اكتر ومطلع مننا اموشنز مختلفة مش عارف لو كنت هشوف اغاني مايكل جاكسون كنت هحس بايه بس عمتا ايه سبب غياب اغاني مايكل جاكسون بصروا احنا نحاولنا نجيبهم بصراحة في الاول وعادة مايكل جاكسون رافض ورافض قاطع وقال انهم بعملوا افلام معينة فيها الاغاني بيها يستخدموها بس انا حسيت بصراحة ان ده مفيد للفيلم الكذا سبب اول حاجة ان انا بمنتج الفيلم في الاول اشترك على ميكل جاكسون كنت محس ان اقلقت القناة يعني بحس ان انا بتفرج على فيلم دراما لي نوع معين وتون معين وبعد كده مرة واحدة بروح اقلب كاني بتفرج على اغنية فيديو كليب انتو في الفيلم جفتو الفنان كارلوس رايلي هو الي كان قايم بدور شبيه مايكل جاكسون في مشاهد كتير اه اه ايه 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 اييه اسمتا العموض المترجمات والكواليس وليه حصل هي دي من الحاجات اللي حاسية ان احنا لازم نستثمر فيها جدا في الفيلم وهو شبيه مايكل جاكسون لان انا كنت عايز قوي ان ييجي كأنه مايكل جاكسون بالضبط وفعلا كان شكرا اكده مايكل جاكسون بحق حقيقي هو في الحقيقة انت لو شفتيني اسم محمد احمد عايش في الطلبية ونفيش اي ده قبل الميك اف ويلوز وانه ولا فعلا هو الشاطر قوي هو حيات كلها مقرصة انه يبقى شبه مايكل جاكسون فهو ده اشهر امبرسونيتر او مقلد لمايكل جاكسون في العالم وبيعمل حفلات وبيوحل على لف العالم كله وبيحضر حاجات مهمة فاحنا قولنا احنا نجيب احسن واحد والحمد الله جيبنا احسن واحد انا عم خد فلوس كتير بس يعني جا بس كان مستاهل اه انت كنت بتشتغل مع احمد الفشاوي واحمد مالك طبعا كان فيه ابطال كتير بس والحسن ان انه لم يوقف اarpث وحدهم فيه احمد فشاوي احمد مالك في مكان واحدا اكيد كان فيه كواليس واختش حاجات بتحصل مع الى الم Tacky اخيدي qur ago وا ده لا لأن احنا كنا صورنا جزء أحمد الفشار الأول ووقفنا الأسباب معينة وبعد ذلك صورنا جزء ملك لوحده ففي الحقيقة لم يحدثوا مرة أنهم تقابلوا في التصوير المرة وحيدة التي تقابلوا كانوا يجربون لبس الفيلم ولما في الآخر سفرنا ترونتو ولكن في المصر كله لم تقابلوا ما مشهد كان أكثر صعب؟ تكنيكلي أو صعب في أي سبب يعني المشهد أنت بالنسبة لك كنت خلاص لأ أنا عايز أعمل المشهد ده وبالطريقة دي ومفيش شغل كده لا طبعا في مشهد الناس هتشوفوا في الفيلم حوالي حلم كده مش حلم يعني زي رؤية كده دقتين بتحصل جوال قبر مستوحية من أغاني من الفيديو كليبس بتاعت مايكل جاكسون ألف ألف مبروك على الفيلم وأنا بشكرك جدا جدا على الانتربيو ده وإن شاء الله هنشوف فيلم الشيخ جاكسون يقصر الدنيا وأفلامك القادمة إن شاء الله وقت مع المخرج عمر سلامة مخرج فيلم الشيخ جاكسون وقدرنا لنا في تفاصيل كتير جدا وحاجات كتير عن كواليس الفيلم والفيلم ده مكسر الدنيا جماعة في المهرجانات برا مصر جوا مصر يارب بتكونوا استمتعتوا بالحلقة دي وهنشوفكوا في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر